موسيقى السلام عليكم توقع المسلمون من اليهود أن يكونوا عونا لهم في حرب الوثنية وتدعم عقيدة التوحيد ورجى المسلمون أن يصدق اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم فيما يثبته لله من تنزيه وأن تكون صلاتهم بالكتب القديمة وألفتهم لأحاديث المرسلين سببا في إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية حق والإيمان بها واجب بيد أن اليهود كانوا عند أسوأ الظن بداية الصراع بين اليهود والمسلمين هو ما سنتحدث عنه في حلقتنا الخامسة من السيرة النبوية صحبة عضو مجلس أمنار اتحاد العالم لعلماء المسلمين الدكتور علي الصلاة بدكتور السلام عليكم كيف حالك اليوم؟ الحمد لله الله يسلم دكتور كنت قد توقفنا في الحلقة السابقة عند موضوع الأسرى وتحدثنا عن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لصحبتي في موضوعهم وتكلمنا أيضا عن انتقام إن صح التعبير أو اللفظ يعني سيدنا بلال رضي الله عنه وأيضا تكلمنا عن الانتقام من أبي جاهل لكن ألا توجد نصوص قرآنية بالمقابل توصي برعاية الأسرى وإطعامهم وأيضا قوانين تشرع هي قوانين يعني أو نصوص قرآنية تشرع الرحمة في التعامل معهم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهل وسلم بك أخ محمد وبالأخوة المشاهدين الكرام طبعا من الفترة المكية لما الله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذه من التربية النبوية والتربية القرآنية للصحابة رضي الله عليهم من الفترة المكية قبل ما يصبحوا دولة ويصبحوا قوة ويصبحوا إنما نطعمكم لوجه الله هو طبعا ما يقولوش للناس نحنا نطعمكم لوجه الله وهذا حديث الداخلي في الإنسان يقوم بالعمل الصالح وبينه وبين الله اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ليش شنو الدافع؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فواقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة فهذه صفات أهل الإيمان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وهذه قاموا بها تبقوها الصحابة رضو الله عليهم لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمعروف وبالخير في معاملة الأسرة ونجد ذلك أبو عزيز أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه ورضاه يقول ذلك وكان سبب في إسلامه فيما بعد والوليد بن الوليد بن المغيرة نفس العملية فكانت المعاملة الجيدة والمنتازة من الصحابة رضو الله عليهم ومن الأنصار وكانوا يقدمون الطعام الخير للأسرة الخبز كانت له مكانة البر والقمح وكان قليل في المدينة وكان الطعام الرئيسي لهم بالنسبة لهم التمر فالطعام الجميل والأخص يقدموه للأسرة والطعام الخشن والعادي يكلوهما بل ذكر الوليد بن الوليد أيضا موضوع أنهم حتى في المشي يجعل الأسير يركب فوق الدابة وهم يمشون أثناء رجوعهم ففي معاملة راقية أثرت فيهم تأثير هائي هي غير موجودة أصلا عند العرب في طبائهم ليست جبلة الإسلام هو من جاء بها العرب عندهم رسيد أخلاقي من الوفاء ومعاملة الأسرة الجيدة موجود يعني كرسيد لكن أعطاها بعد إيماني وأعطاها بعد إنساني وأزح عنها الصور السيئة هو شعورك أنك تتقرب إلى الله بهذا الفعل أو داخلك وعقيدتك تدفعك لهذا الدافع فما كانت موجودة كانت من القيم التي تورثوها بطريقة أو بأخرى لكن كان عندهم من الأخلاق ومن القيم ومن الجاء الإسلام هذبها وأبطل بعضها وأوصى ببعض الآخر وعطاها قوة أكثر يعني إنما بعثت لأتمم مكان من الأخلاق عليه الصلاة والسلام قال فهذا الجانب موجود لكن نحن نرجع للحديث والحوار لصار في الحلقة السابقة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يذخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما آخذتم عذاب عظيم هذه الآية لما نزلت طبعا رسول صلى الله عليه وسلم عادة يشتهد ويستمع لآراء الصحابة وما اللي رأي سيدنا أبو بكر اللي هو العفو قبول الفدية من الأسرى ولم يأخذ برأي سيدنا عمر فلما نزلت هذه الآيات ما كان لنبي أن يكون له أسرى جاء سيدنا عمر رضي الله عنه ورضاه ووجد أبو بكر ورسول صلى الله عليه وسلم يبكي فقال شنو السبب في بكائكم وإذا وعلن سوف أبكي لبكائكما لأن الأخوة الإيمانية كانت بينهم قوية إن وجدت سببا أبكي وإن لم أجد تبكيت لبكائكما أي صداقة هذه أخوة في الله عميقة وقوية قرب من الله سبحانه وتعالى حائل ذخم العوائق المادية والبشرية والأهواء هذه كلها مزالة بقوة الإيمان وطهارة النفس من خلال القوى الكريم ومصطنع أسطى لرسول الله لأن يكونوا صحابته ومختيروا نعم بعناية إلهية أختيار رباني لا شك فضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم سبحانه فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الآية نزلت وفيها عتاب للنبي و لسيدنا أبو بكر و لمن أخذ بهذا الرأي ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض ثم قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يلين قلوب أقوام فيجعلها ألينا من اللبن مثل أبو بكر رضي الله عنه وقال ومثل سيدنا أبو بكر مثل سيدنا إبراهيم فمن تبعني منهم فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم سبحان الله ومثل قول سيدنا عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا من شبه رسول صلى الله عليه وسلم منهج أبي بكر بمنهج نعم عيسى وأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام أو أما سيدنا عمر شبه من ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم لو سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام كان شديد فيه شدة فوقزه موسى فقضى عليه كانت دي حمية وغير وكزه بهكذا بيده قضى عليه قتلها قتل يحز بين اثنين في عركة فوقزه موسى فقضى عليه يعني من شدة ومن قوتة ومن غضب ربي أني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وكان أيضا من القوة والبأس ولما سكت عن موسى الغضب يعني شفت حتى التعبير القرآني غضب مثل البركان الهائج فوصف الله سكت عن موسى الغضب يعني هذا وضع على صوت سيدنا موسى عليه السلام وهذا الأنظمة الدكتورية والظالمة تحتاج النفوس اللي عندها القوة من الغضب من أجل القيم والحقائق باستطيع أن تقاوم وتدفع هذا الظلم هي طبائع طبائع لا شك لا نلوم اليوم على الناس والله هذا ممتاز وشخص طيب ولكن عصبي هذا والله شوية لديه غلظة هو تعبير قرآني أشد على الكفار رحماء بينهم نعم فلما قال ربنا أشدد على أموالهم أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم مثل سيدنا عمر لما قال اكتلهم هؤلاء الأسر وسيدنا نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لكن بعض العلماء قالوا أن الله أوحى لسيدنا نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فجاء الدعاء بعدما علم بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن أحد قال لا تذر على الكافرين من الكافرين ديار فهذا نمط موجود وهذا نمط موجود وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما أنت تأتي بمجموعة الأسر التي كانوا موجودين فهناك مثلا عقبة بن أبي معيد هذا كان أحد أئمة الكفر والضلال ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم كان أميى بن خلف كان لا يريد أن يذهب في غزوة بدر وأتاه أبو جهل وقال أنت سيد من سادة الوادي وإذا قعدت ضعف الناس في الهمة في الخروج أتاه عقبة بن أبي معيد بمجمرة في أبو خور وقال أنت أبقى مثلك مثل النساء فاستفز بطريقة الجاهلية وخرج أميى بن جهل مع أنه كان أميى بن خلف مع أن أميى يعرف أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبره سعد بن معاد وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صرف يقتلك يعني أن المسلمين يقتلوا أميى فكان متخوف لكن قضاه القدر وصاق للموت والسبق كان عقبة بن أبي معيد وهذا اللي نزل في قول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هذه الآيات بعض علماء التفسير يروها أنه نزلت في عقبة بن أبي معيد أي تعبير عميق يوم يعض يعض الظالم سورة طلاغية هائلة على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا ذروة الندم لا شك في ذلك وهو ندم لما رسول صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أمن علي أفضل عاملني مثل قومي إن قتلتم قتلتني وإن من أنت عليهم من أنت علي وإن قبلت الفدية تقبل الفدية فيه فقال لماذا تعاملني هذه المعاملة قال لمحادتك ومحاربتك لله ورسوله قال لمن الصبية قال للنار أضرب عنق يعني عاصم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عليه والآخر النظر ابن الحارث النظر ابن الحارث كان ذهب للحيرة وطلع على أساطير ملوك الفرس والرستم والصفنديار ويأتي لمجالس النبي عليه الصلاة والسلام كل مجلس يدخل فيه النبي يأتي بعده عليه الصلاة والسلام ويحدثهم بقصص الأكاسرة وقصص رستم والصفنديار وملوك الأكاسرة فيقولون أنا حديثي حتى يغبش عليه حتى يغبش على على الإسلام على الدعوة على الدعوة على الدعوة على الدعوة فهذه كانوا من أئمة الضلال ومن أئمة الكفر فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بضرب أعناقهم عليه الصلاة والسلام لكن مثلا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على الإيمان وعلى الإسلام قال ظاهرك علينا أما باطنك فالله أعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم أنا عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلب مننا أن يدفع الفدية له ونوفل ابن الحارث اللي هو ابن أخ العباس وعقيل بن أبي طالب ابن أخ العباس ووحد ثاني كان قريب أيضا للعباس فقال لما عندي شيء المال فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال أنت لما جلست أنت وم الفضل وقلت هذا المال في حالة أني لم أرجع من سفري هذا يكون لي قثم ويقول العبد الله ويكون أولاده فقال هذا ما يعلمش به إلا الله سبحانه وتعالى وهذا يا أيها النبي قل لي من في أيديكم من الأسرة يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والله غفور رحيم وبالفعل أخذ مننا الفدية عشرين أوقية من الذهب وقال للعباسي من بعد قال بالفعل أن الله سبحانه وتعالى عوضني وأصبح عندي عشرين من العبيد وكل واحد من هؤلاء العبيد يتاجر بأموالي يعني يوسع الله عليه كان من أغنياء الصحابة والله عليهم دكتور هنا يعني من الصعب التعامل مع هذا المنهج أو حتى محاكاته بمعنى أن رسول الله سلم هناك تبايل واختلاف في التعامل مع الأسرة لم يتعامل على طيف واحد أو على شاكل واحدة مع الجميع كيف للمسلمين اليوم أن يتعاملوا مع أسراهم هو تشوف أنت لم تجين العباس في سيرة العباس كان مع الرسول في عقمة البيعة الثانية وقال إذا أنتم للأنصار إذا أنتم ليس لديكم استعداد لحماية النبي فهو في منع من قومه منه من وكان أيضا يمد في النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار يعني أول بأول ودخل في مشاكل مع أبو جهل ولم يعرف عنه أن حارب الإسلام ولا القرآن ولا الرسول ولا الذات الإلهية فبالتالي هو كيف أقول كان كاتم لإيمانه وبالتالي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطي رسالة للناس في معنى في التعامل مع عمه معنا الأنصار قالوا أن يعني ابن أختنا لأنهم هم خوالة من الأنصار من بني النجار العباس فقال شفته ما قالوش عمك قالوا ابن أختنا الأنصار شفت أدب الأنصار ومع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحفي عنه ابن أختنا هذا ولا تقبل من الفدية قال لا يدفع مثل بقية الناس هذا نوع من الدرس والتعليم للناس من النبي صلى الله عليه وسلم لكن تاتي أبو العاص ابن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب وكان هذا أصلا لم يعرف عنه أن حارب الله ولا رسوله ولا سب ولا شتم ولا 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 لكن جاء مع الجيش مع المشركين في تلك الفترة وقع في الأسر فزينب أرسلت في الفداء أرسلت قلادة أهدتها لها السيدة خديجة سبحان الله فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رق قلبه عليه الصلاة والسلام سبحان الله في ذكريات أسرية نعم في ذكريات إنسانية نعم في ذكريات زوجية في ذكريات مع بنتة تاريخ هائل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رق قلبه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا عليه الصلاة والسلام والصحابة بمجرد هذه الإشارة الإنسانية استجابوا رضو الله عليهم فهذا موقف آخر يختلف يعني موقف يعني أقصد من من شخص إلى آخر ويختلف الوضع في موضوع الفداء بعض الناس الآخرين ما عندهم شأموال نعم فطلب منهم التعليم يعني يعلمون يعني كل من يعلم من أولاد الصحابة الكتابة والقراءة والكتابة من المواطنين في المدينة في تلك الفترة يفك أسرق وهنا تعطي أولوية للعلم والمعرفة وأن الدول تقام على العلم والمعرفة ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أرسى قاعدة وصبق هائل ضخم ما يسمى بالمحو الأمية فأتعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة كل من كان له القدرة على القراءة أو التعليم يعلم عشرة من الصبيان ويفك أسرع وهذا منهج في موضوع العلم والمعرفة والثقافة وهذا أصل أصيل في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق وقل ربي زدني علم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سحي دكتور هنا أريد أن أعود إلى قصة خديجة والإفراج عن زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب يعني بهذه القلادة التي أهدتها خديجة إلى زينب أفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأسير وتعامل معه بلطف ورقة يعني اليوم تعامل الأزواج مع زوجاتهم أي إكرام من النبي لزوجاته أي وفاء لهذه العشرة يعني يشوف كم مضى على موت خديجة من موتها إلى غزوة بد وكم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصاعب وأيضا من من أشياء يعني لقاها في في طريق الدعوة صعبة جدا ولكن الحر مر عودة لحظة له طبعا سيدة خديجة رضي الله عنه وضع لها خصوصية ولها مكانة عظيمة في نفس النبي عليه الصلاة والسلام نعم وكانت من من نساء الكمل في عقولهن يعني كانت من البداية يعني استدلت بقوانين علم الاجتماع على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمثل بجن ولا بسحر ولا بشياطين ولا بهذه الأسياء إن الله لا يخزيك الله أبدا يا ابن العم لما قالت إنك لتصل الرحم يعني وتقرء الضيف وتعين على نوائب الدخل يعني رجل لهم وقفه وساعد في الناس ورجل وهي استدلت من خلال خبرتها في الحياة إنه عند هذه الأخلاق عادة يكون فيه سند من عند الخالق العظيم لا وهذا استدلال بعلم الاجتماع في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على رجاحة العقل ولم تكتفي بهذا كان ورق ابن نوفا كان ابن عمها وكان عالم من علماء أهل الكتاب وكان يتحدث أحيانا إنه على ارتقاب نبي يخرج فيه آخر الزمان فذهبت إليه تسأل على العلم وعلى المعرفة ووصفت إليه الحال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ولما قال زملوني فقال إن هذا الذي نزل على محمد والنموس الذي نزل على موسى عليه السلام وأعلن وقوفة ومسنتة للرسول صلى الله عليه وسلم وبيّن أيضا البلاء الذي سيمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المخرجية هم وبيّن لأن طبيعة الدعوات والأنبياء والموسنين يتعرضون للابتلاء والاضطهاد وكذلك أتباعه وكأن الله أمد في عمر نعم ورق ابن نوفا حتى يرى هذا النبي ويثبت في تلك الأوقات الصعبة بالتالي القلادة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ تاريخ من الدعوة تاريخ من العلاقات الإنسانية تاريخ من الأسرة الهادية التي بنيت على تقوى الله سبحانه وتعالى لأن أول أسرة في الإسلام هي أصلا ذكر فيها الله وتمتلاوة القرآن وفيها الصلاة وفيها الوضوء هي أسرة خديجة والرسول صلى الله عليه وسلم وبناتها وبالتالي ذكريات بالفعل ذكريات أسرية ذكريات مع الزوجة صالحة عظيمة قدمت مالها قدمت كل ما تملك من أجل مسالة هذا النبي العظيم وبشرت بالجنة يعني بقصر بالجنة وهي حية سيدة خديجة ذكريات مع بناتها فبالتالي جانب إنساني هائل ضخم وهذا جزء من إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا عليه الصلاة والسلام يحب بطبيعة الأخلاق المكنون الأخلاقي والمخزون الأخلاقي اللي أعطاه الله له بالصدق والأمان ويحب أيضا لكون رسول فهو نور على نور عليه الصلاة والسلام نعم دكتور تكلمت عن قصة التعليم مقابل الفداية هذا الاهتمام النبوي بالترغيب في العلم ووضع حجر الأساس في إزالة الأمية أو محو الأمية وإشاعة القراءة أيضا اليوم كيف لنا أن نسقط هذا المفهوم خاصة مع تطور العلمي الهائل والتقدم المعرفي المهول جدا هو بطبيعة القرآن والإرشاد القرآني حث على العلم وعلى المعرفة لأن كلما الإنسان تعمق في العلوم كلما تقرب إلى القالق العظيم سواء هذا تلاحظه في علوم الطب وفي علوم النبات وفي علوم الحيوان وفي علوم النجوم وفي الكواكب ويستشعر بعظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تحدث على الجيولوجيا وتحدث على علم الحيوان وعلم النبات وعلم الطب قال في النهاية ألم ترى أن الله انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابي بسوت كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز عليم فطريق العلم والمعرفة تبنى بها الدول وترتقى بها الشعوب ويتقرب بها الشعوب والأمم إلى الله سبحانه وتعالى أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه بداية وفي الطريق أيضا وقل ربي زدني علما وفي الطريق أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وبالتالي طبيعة الدعوة المحمدية قائمة على العلم وعلى المعرفة وعلى الثقافة وعلى الإيمان والعلم من أعظم العلوم العلم بكتاب الله عليه وفهم مدلولات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالمون فبالتالي طبيعي كيف أن الناس تفهم القرآن أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا عن طريق العلم والمعرفة فكانت من أولويات النبي صلى الله عليه وسلم محول أمية في المجتمع الوليد في المدينة المنوهة دكتور سنختم بهذه العبرة أيضا وهي قصة إنسانية حفظ رسول الله وسلم لجوار المطعم بن عدي إن كان حيا كيف تفهم طبعا البطعم بن عدي من سادة قريش وكان له مواقف أبو جهد استطاع أن يقنع المشركين بحصار بني هاشر وبقى الحصار ثلاث سنوات ومروا بجوع وبفاقة وأكلوا اضطروا إلى الجلود يعني تحرق وتذوب يعني مروا بأزمة حقيقية فكان من ضمن اللي فكوا هذا الحصار وألغوا هذه الاتفاقية اللي قام بها الوثيقة اللي قام بها أبو جهد كان منهم مطعم بن عدي هو يرجع أيضا في النسب قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم في بني عبد المناف يعني من نفس من أبناء عمومة القريبين جدا لما مات أبو طالب وكان هو حامل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين ذهب عليه الصلاة والسلام للطائف فما تعرض للأذية ودعاء الشهير اللهم أشكو لك قلة حيلتي وهواني على الناس ودعاء المعروفة فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل إلى قريش من جديد ويدخل في منحة ويستفيد من القوانين والأعراف التي كانت موجودة فأرسل إلى بعض الأخلص بن شريق فأرفض جوار النبي وقال نحن أنا من الأحلاف والأحلاف لا يعطون الجوار والمهم تهرب فأرسل إلى مطعب بن عدي أن يدخل في جوار وفي حمايته فوافق المطعب بن عدي وأتى بأولاده وحملوا السلاح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة ويطف بالبيت ويطف سبعا وصلى في حماية المطعب بن عدي فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم يد بيضاء قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في موقف ضعف ومن أخلاق النبوة ومن أخلاق الإنسان السوي هو الوفاء فلما قال لما جاء تذكر المطعب بن عدي وتذكر الأسرة قال لو كان المطعب بن عدي حيا ثم سألني في الأسرة لو هبتهم له وهل جزاء بإحسان إلى بإحسان فهذا اعتراف بذلك الفعل وبذلك العمل اللي قام به المطعم بن عدي على رغم من موته رغم من موته على غير الإسلام على غير الإسلام لكن بقى هذا العمل الجليل والعمل الرائع في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم درس أعظم وأعمق وأكثر قوة في هذه المعاني هو الوفاء ولو كان هذا مشرك يبقى القيم الإنسانية تتعامل بها مع كل البشر ولهذا حتى الله قال وقولوا للناس حسنة الله سبحانه وتعالى يعني القول ليس للمسلم فقط للناس يعني كل الناس ابن عباس قال لو قال لي إبليس بارك الله فيك لقلت له وفيك بارك الله امتثال لقوله وقولوا للناس حسنة والحديث والحديث أنت عبو هوريا وقال للرسول صلى الله عليه وسلم على إبليس لما علم آية الكرسي قال له صدقك وهو كذوب إنصف هو صدقك في هذا وإن كان في الأصل هو كذوب فهذا من باب الإنصاف فمن باب الوفاء ونحن في أشد الحاجة لهذه القيم وزرحة والتخلق بها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل يعني لو كان المطعم ابن عدي حي لا وهبت له هؤلاء النتنى أو هؤلاء الأسرة في بعض الغوايات نعم دكتور نحن كان من الواجب أن نتكلم اليوم عن بداية الصراع بين اليهود والمسلمين ولكن حديث الأسرة وأحكامه وأيضا القصص الإنسانية التي تناولتها يعني لم تمكننا من الحديث عنها حلقتنا القادمة بحول الله ستكون عن طبيعة الصراع بين اليهود والمسلمين أو بداية هذا الصراع أشكرك شكرا جزيرا عضو المجلس أو عضو مجلس أمنا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور علي الصلاة بيكنت معي ضيفا في هذه الحلقة كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر